نعم شيخ محمد عاوستيسأل نعم في السطرين فوق في أربعة أقسام فيه ألامتان يعني كأنها جديدتان علي آه جزاكم الله خيرا يا شيخ محمد أنا لم أنتبه لهذا أنا انتبهت لهذه ثم تركتها لأنني يعني مر الأمر عليها كذا يعني جزاكم الله خيرا إيه يا جماعة اللي هنا في إيه من أول فيه إلى القسم في شيء غريب هناك ميمان من فوق أربعة وفوق أقسام صحيح ما معنى الميمان هي علامة التقديم والتأخير صحيح تقديم وتأخير على أن يكون معنى في أقسام أربعة هي اختصار مقدم ومؤخر نعم الميم هذه مؤخر وهذه مقدم أي أي يقول لك أخر هذه أقدم هذه هل هذا الصوت من عندي الصوت هذا صوت واضح جان لا طيب يقول لك أخر هذه وقدم هذه ميم وميم فحين تنسخ هذا الكلام أو حين تكتب هذا الكلام في الورق أو على الورد تكتب في أقسام أربعة لا تكتب في أربعة أقسام لأنه أشار لك بهذه الميمات غير الظاهرة يقول لك قدم هذه وأخر هذه والميم لها أشكال كثيرة جدا في التقديم والتأخير يعني لها أنا رأيت أربعة أو خمسة أشكال بهذا الشكل صارت أربعة أو خمسة يرسمونها بأشكال مختلفة وانظر كيف رسمها هنا يعني لم ينتبه لها أحد مننا سبحان الله أزاكم الله خير يا شيخ محمد فاهمت يا شيخ محمد ميم وميم أحيانا لا يرسمني بهذا الشكل ولكن ترسم ميم في أي حال من الأحوال ميم وميم أي قدم وأخر أي أنه أخطأ وكتب أربعة كان من المفترض أن يؤخرها فقدمها وكتب أقسام أخرها وكان من المفترض أن يقدمها كان من المفترض أن يكتب أقسام أربعة لكنه كتب أربعة أقسام فاستدرك وعرف أنه خطأ فوضع ميم وميم بدلا من أن يشتب عليها ثم يكتبها مثلا بالهامش أو مثل ذلك